جوج دي الأخبار غني تقسم عكم في الفيديو خبر من المغرب وخبر من إسبانيا خبر من المغرب اللي هو كارثة صراحة إمرأة كان مزق على رجل الشرطة المغربي والخبر اللي من الإسبانيا غنتكلموا للعقوبة اللي عملتها الوفا الجوج دي اللعابة من منتخب الإسباني واللي قحموا السياسة في الرياضة جوج دي الأخبار والتفاصيل دينا شاء الله عطلقوا في الفيديو هذا إذا دلتوا معنا لايك أكون شكرا لكم ويلمدوا اشتركوا في القناة أول حاجات سلام عليكم متحي طيب الجمعين وما كنتم مرحبا بكم مع عام جديد كمشتم معي هذا المقطع اللي كيوتق الفعل اللي عملت هاد المرأة المغربية مع رجل أمن مغربي مقطع متدول في موقع التواصل الاجتماعي جديد اللحظه اليوم كيتقال أنه وفقا في تيطوان على ما أنظن أن كين واحد شجار كين ناس مع هاد المرأة جوج دي رجال شرطة اللي وقع أن مرأة ذاك الناس اللي مجموعين اللي عندهم مشكلة ما عارش شنو بالضبط النوع المشكل واش البوليسي تعدى عليهم واش هو ما اللي يتعدى واشنو وقع بالضبط بقي ما تأكدناش الخبر بالضبط شنو وقع لأن هذا خبر جديد يلا طاح في الانترات هذه جسوية شنو وقع بالضبط مش شي دولي مهم اللي مهم هو شنو عملت هاد المرأة مع رجل الأمن المغربي المرأة جات هزة صندلة في الديها وكتهدد رجل دي الامن واخر ما طف بزقات له في وجهه قتله تفو عليك يعني هددته صندلة في الديها زائد أنها بزقات عليه ايش عمل رجل الأمن هدا واش قبيح واش درشي تصرف الأخلاقي واش كان قبيح معه واش كان صار معه الله أعلم ايش نو قع بالضبط الله أعلم حتى حاجة ما مأكدها حاليا اللي مأكد هو التصرف تصرف دي هاد المرأة هدي خاطئ 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 اني كتكون مع رجل الأمن ديال أي دولة في العالم ما عندكش الحق أنك تضربه ولا توزع عليه سلاح ولا تبزق عليه ولا تدير معه شي تصرف علش لأنه رجل الأمن كيمثل الأمن ديالدولة ده بعدك الرجل الأمن البوليسي هده كيمثل الأمن ديالدولة كيمثل الرجل ديالدولة فإلى هينتهي كتسمى بحل هينتهي الدولة كاملة إذن هنا يا شنو خصك تدير إذا كان هو تعديع لك أو كان عنده شي تصرف درمشي هو هدك خلف القانون خلف شي دباحنا في زمن دي الكاميرا كون شي كيتوتق إما عدت صوره أنت ما النصر قد للحمد لله كون شي كيتوتق دياله فاش كينوت شي يصدع وشي غوات كون شي كيتوتق الحادث يعني إذا كان هو تعديع لك وتوتقات بأنه تعديع لك فقانونياً غايتوتق ذلك شي بالفيديو وقانونياً غادي يمشي تعقب غادي سوبر يوريز دياله غادي يعقبوه العقوبة اللي كيستحق على الفعل اللي يعمل هذا هو اللي كينة أما باش جيت بزقة لرجل الأمن فهذا خطأ مهما يكون لما كان ديالك في الدولة ومهما يكون النفوذ ديالك في الدولة ومهما يكون لمركز ديالك في الدولة هاد تصرف لعملات هاد المرأة المغربية تصرف خاطئ وكانت منو أنها يعني تقدم اعتدار رسمي الرجل الشرطة وهدي يشوفوا المخزن شنو هدي يعمل معها هاد الخطأ مخصومش تتحو فيه لأن معرجة الأمن لا تحتوف خطأ بحالها دارك تعرض إهانة موظفة أم وزاولة عاملية زائد فوقها تشرها رجل الأمن وغادي يجب دولك عبتيني توام خراء وغادي يغرقوك والمشكلة في الساعة فوقها يا منوحلتها ساعة غضب وسل الإنسان يتماسك العصاب دياله قدر الإمكان وبخاصة معرجة الأمن دائما معرجة الأمن كنا هدروا معهم باحترام حتى الآخر اللحظة عندك ساعد اللي تعدع لك عيتهو تتق وشين شاء الله بالكاميرا وفي الأخر أتقول لك عن ذيك الحق مشي هو في هذه الحالة هذه الأخت المغربية ما عنداش الحق لأنها بسقعت على هذه السيدة هدا وذيك الطريقة اللي تتقات في الفيديو مع الأسف الشديد يعني العقوبة تكون خيبة معها إلا ما رح يمربي لرجل الأمن سمح له الله أعلم مهم إهانة ديال الرجل الأمن ما خصتش تكون ديال أي بلد سواء ديال المغرب ولا ديال إسباني ولا ديال أي بلد آخر هذا من جهة هذا من نسبة الخبر له الخبر الثاني اللي أنتكلمو عليه هو الخطأ اللي طحو فيه اللعابة الإسبانية إن كتعرفوا أن إسبانيا من ربحات كأس أوروبا فرحات فرحة كبيرة ودرتوا حد الحفل واللعابة ديال إسبانيا بقوك فرحو في الفرحة ديالهم يعني جيوزت الفرحة ديالهم حتى قحموا السياسة في الفرحة ديالهم أتمنى أن تكون هناك فرحة ديالهم حتى قحموا السياسة في الفرحة ديالهم طبعا هذه طريقة اللي عبرو بيها على الفرح ديالهم وخاصة اللعب مرتع اللي بداه داتشي هذا زائد اللعب رودريغو هرنانديز هذا هو ديال لعابة إسبانيين رودريغو ركالعف دوري إنجليزي فالخطأ اللي طحوا فيهم أنهم بقوا يقولوا خيبرالطار إسبانيا يعني جبل طريق هو إسبانيا كتعرفوا أن جبل طريق هو جبل محتل من طرف بريطانيا اللي كتسولي عليه بريطانيا حاليا وهاتشي هذا كيبقى في السياسة يعني الدولتين عندهم مشكلة مبعديتهم يحلوا بطريقة سياسية أما الدخلوا في الكورة فهنا كتطح في الخطأ الشي اللي وقع الموراطة باش يبدأ صداع زائد رودريغوز واللي مشامعة في الخط فبقوك يغنيوا ذلك الكلمات دي الخيبرالطار إسبانيول خيبرالطار إسبانيول قوك يعودوا إلى الكلام هذا والناس بقواوا غادي معهم في الطريق طبعا للحال هنا كتدخل لويفا لويفا هي العونيون دي فدرسيون أوروبية يعني بحرك ما نقوله زيما الجامعة الأوروبية لكورة القدم كين واحد البطولة كتنظم يعني كل سنة يعني كتسمى كوبا ويفا كوبا دي الفرق يعني دي الأوروبا بصفة عامة كلا بلها هات كوبا اللي كتسمى كوبا ويفا اللي كتكون نضمها هاد الفيدرسيون فهنا هاد الفيدرسيون طبعا للحال درت الاجتماع دياله وخرجت القرار دياله الأخير اللي هو عقوبة هاد اللعابة هادو بالضبط هجوج لعابة ماشي المنتخب إسباني كامل مورتا و ايرنانديس رودريغو ايرنانديس هادو بجبهم عقباتهم بأنهم ما غير لعبوش جوج دي الماتشات يعني ماتش كل واحد يعني واحد الماتش ما غديتلعب فيه لما لعبتش في واحد الماتش ركما ماديست خلص فيه طبعا للحالين كتلعب واحد الماتش كتتخلص فيه لما لعبتش ركما ماديست خلص فيه إذن العقوبة غديتكون القيمة ديال دياله الماتش اللي غدتخلص فيه سوى هدي تخلص فيه 30 أورو ولا 40 ولا 50 أورو كل واحد اللعبش حق تخلص فانتا تحرمته من واحد المقابلة فقط بكلمة واحدة قلتيها ضربوك بهذا المولده 하دي وممكن كانت تكون أكثر غير هما بحلي تلوا فيهم دروا معهم في القضية هذه ما كبروش الموضوع يعني هنا الرياضة بوحدها والسياسة بوحدها لا يخحم الجديد الأشياء فهذا عمر خاطئ ومخصيطها فيه أي واحد وهنا في أوروبا ركتعرفوا القانون هو القانون والقانون فوق الجامع لكن شي حاجة قانونية غير سميته تجاو السيافة فلنت غدت تخول الحقوبة ديالك هذه القضية احترام القانون كنقولوها دائما سواء هنا في أوروبا ولا حتى في المغرب هنا في أوروبا المعاملة دينا صفة عمّة مع رجال شرطة كتكون مختلفة كتكون حتيرها متبادل وكتقول له سيدي علش كتك عارفو يعني يقدر يضربك بستيلو باشي يضربك بشي حاجة اخرى يضربك بستيلو بستيلو اللي هي مولطا يقيد لك مخالفة وانت كتخاف من المخالفة وكتر أنك تضرب مع زوين مؤدى بذلك شي لأن هنا ما يضربك بطرشة ولكن يضربك بمولطا مولطا قباح من طرشة حيث المولطا يدي لك يضربك لجيب ديالك أسوأ حاجة هو يضربك لجيب ديالك إذن هنا هاد شي اللي يوقع في المغرب نتمنى أنهم ما يتكررش بحالة بحالة كده أن رجال للأمن يبقى يتهانوا من طرف المواطنين لمنفرض أن هذك الرجال الأمن تعملوا باش يخدموا مصلحة المواطنين ماشي لشي حاجة أخرى كنظن أن رسالة وصلت إذا وصلت تتساوش ديروا لايك بارتاجوا الفيديو سوف يديو القادم والسلام عليكم ونحط الله وبركاته